طيب النوم بقى سلوك فطري ولا مكتسب الإجابة إنه هو الاثنين النوم احتياج وسلوك فطري يعني إحنا لو فضلنا عاديين كده رافضين للنوم هيجي علينا وقت والنام غصبا عننا خلاص يبقى النوم سلوك فطري الكائنات الحية والإنسان على وجهة الخصوص يعني ينام بشكل فطري ولكن ما هو مكتسب في مسألة النوم ما يعرف بعادات النوم يعني فيه ناس تنام متأخر فيه ناس تنام بدري فيه ناس تنام بعد طقوس معينة فيه ناس تنام بعد أكل فيه ناس تنام بعد مثلا فرجة على تلفزيون ده اللي مكتسب خلاص ومن هنا أنا ليه بقول النوم هل سلوك فطري ولا مكتسب لإنه لو سبنا نفسنا للفطرة اللي هيحصل هو الصح إن الناس هتنام هيجي عليك الليل تنام وهيجي عليك الصبح تصحى فهمين قصدي وحتى كانت دايما في المناطق الريفية في العالم كله بالمناسبة مش بس في مصر يعني في العالم كله تلاقي الناس أهل المناطق الريفية يناموا يعني نمط النوم عندهم أكثر انتظاما بكثير من أهل المدن ليه؟ لأنهم بيناموا ويصحوا بمواعيد سبتة ومرتبطين بالشمس بشروق الشمس وغربه فتلاقيهم يصحوا بدري قوي ويناموا بدري برده قوي ده الفطرة في الموضوع عادات النوم بقى المكتسبة دي في منها ما هو جيد وفي منها ما هو خاطئ في منها ما هو صحيح وفي منها ما هو مؤذي فهمين قصدي؟ ففي قدينا إحنا بقى أن إحنا نكتسب عادات النوم وعلى فكرة مفيش أبدا وقت متأخر أبدا يعني في حد يقول إيه معقولة أنا دلوقتي عمري كذا معقولة هقدر أن أنا أصحى من النوم الصبح؟ آه معقول وأحيان كتير قوي التجربة هي اللي بتثبت لك ده عند وجود مؤثر قوي خارج عن إرادتك تاني التجربة بتثبت لك أنك تستطيع في أوقات كتير قوي عند حدوث مؤثر خارج عن إرادتك يعني مثلا اتنقلت شغل أنا هنا بكلم الكبار أو بكلم عن الكبار اتنقلت شغل معين الشغل ده مثلا في مكان أبعد من المكان اللي أنت كنت معتاد عليه سابقا يعني فده يستلزم منك أنك مثلا هتزود ساعة في الوصول إلى مكان النوم هتلاقي نفسك غصبا عنك غصبا عنك بحاجة حلوة يعني عشان تلتزم في شغلك وعشان تنجح في شغلك هتلاقي نفسك أنك بتنام بدري شوية عشان تصحى بدري عشان بقى عندك ساعة إضافية ما كنتش عامل حسابك عليه فهمتوا قصدي؟ هتلاقي نفسك ممكن في ناس تقولك إيه أصلا أنا أحب أقرأ قبل مناك تمام دي عادة كويسة جدا بالمناسبة ولكن دون إجهاد للعين هتلاقي في ناس تقولك إيه أصلا أنا باكل ونام فلا ده عادة خاطئة جدا فهنا النوم بيبقى مضطرب وبيبقى مؤلم ولا تحصل منه على فوائد وحاجات كتير قوي إجمالا حضراتكم أكيد عارفين إيه من عادات النوم الجيدة وإيه عادات النوم السيئة خلاص لكن أنا ليه بقى جبت سيرتهم علشان أقولكوا إن دي اللي بتخلي النوم له صفة الاكتساب أو إن النوم هنا بيكون مكتسب وليس الفطري